اعزائي طلبة وطلبات الصف الخامس الاجتدائي صلام الله عليكم ورحمته وبركاته اهلا بكم معنا النهاردة في الدرس الاول من دروس اللغة العربية والدرس بعنوان طريق السلام وهو نص قرآني كريم من سورة البقرة ده الدرس الاول في الوحدة الاولى والوحدة الاولى بعنوان شخصيات رائدة زي ما قلنا النص بعنوان طريق السلام وهو نص قرآني من سورة البقرة ويبين لنا هذا النص انه يجب على كل انسان ان يسير في طريق السلام لماذا لان طريق السلام هو الذي يحقق لنا الامن والاستقرار ولابد ان نبتعد عن اتباع طريق الشيطان لان الشيطان عدو لدود للانسان في البداية هنقرأ الايات الكريمة ونركز او في القراءة لان الايات هنحفظها حفظ جيد اعوذ بالله من شكرا جيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا قطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فانزل لكم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم صدق الله العظيم الايات زي ما قلنا من صورة البقرة تعالوا نشوف معاني الكلمات بالايات في البداية بيقول لي كلمة السلم كلمة السلم معناها السلام او طريق السلام السلم هو طريق السلام معنى كافة اي جميعا كافة جميعا قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان اي لا تسيروا في طريق الشيطان ولا تسلقوا طريق الشيطان تسلقوا طريق الشيطان يعني تسيروا في طريق الشيطان كلمة مبين معناها ظاهر وواضح مبين ظاهر وواضح وبين كلمة زللتم بمعنى ضللتم عن الحق ضللتم عن الحق قوله من بعد ما جاءتكم جاءتكم هنا معناها وصلت اليكم معناها وصلت اليكم جاءتكم بمعنى وصلت اليكم البينات معناها البراهين والادلة البينات البراهين والادلة عزيز أي قوي وغالب عزيز قوي وغالب حكيم أي أحكم كل شيء وأتقنه أحكم كل شيء وأتقنه تمام ده بالنسبة لمعاني الكلمات الموجودة في النص بعد كده هنشرح الكلمة وجمعها الكلمة التي وردت في الآية مفردة إحنا هنجيب لها الجمع وردت في الآيات كلمة الشيطان مفرد وجمعها الشياطين وردت في الآيات كلمة عدو وعدو جمعها أعداء كلمة حكيم في الآيات جمعها حكماء وكلمة عزيز جمعها أعزة وأعزاء الآن سوف نأخذ الكلمة الجمع ونأتي بمفردها وردت كلمة الذين جمع في الآية الذين جمع ومفردها الذين وجاءت كلمة خطوات جمع ومفردها خطوة وجاءت كلمة البينات أيضا جمع ومفردها البينة بعد ذلك الكلمة ومضادها كلمة ادخلوا مضادها اخرجوا آمنوا مضادها كفروا كافة مضادها منفردين لأن كافة معناها جميعا تتبعوا مضادها تخالفوا مبين مضادها خفي زللتم مضادها اهتديتم اعلموا مضادها اجهلوا عزيز مضادها زليل ده بالنسبة للكلمة ومضادها بعد ذلك ندخل الى شرح الايات ندخل بعد ذلك الى شرح الايات زي ما احنا شايفين الكرآن الكريم يعطينا دائما قيم سامية هذه القيم بتضمن للمجتمع العيش في امن واستقرار وسلام لأن السلام لن يتحقق على الارض الا باتباع منهج الله سبحانه وتعالى والمقصود بمنهج الله دين الله المقصود بمنهج الله دين الله وهو دين الاسلام يبقى متى يتحقق على الارض السلام يتحقق السلام على الارض باتباع منهج الله الآن سوف نقوم بشرح الآية الأولى والآية الثانية نبدأ بالآية الأولى في النص في الآية الأولى دعوة ونهي فالآية تدعونا إلى السير والدخول في طريق السلام يبقى لما تدعونا الآية الأولى تدعونا إلى الدخول في طريق السلام ولماذا؟ لأن طريق السلام هو الذي يحقق لنا الأمن والأمان والاستقرار هنقول ثاني الآية الأولى فيها دعوة وفيها نهي ما هي الدعوة؟ الدعوة هي الدخول في طريق السلام لماذا؟ لأنه يحقق لنا الأمن والاستقرار طيب فما هو النهي؟ إحنا عرفنا كده الدعوة وعرفنا سببها إيه؟ طيب إيه هو النهي؟ الآية الأولى بتنهان عن اتباع طريق الشيطان الآية تنهان عن اتباع طريق الشيطان ولماذا؟ لأنه طريق الفساد وطريق القصام وهو يؤدي إلى الخوف والقلق والعداء بين أفراد المجتمع يبقى ثاني هنقول الآية بها نهي والنهي هو النهي عن اتباع طريق الشيطان لماذا تنهان الآية عن اتباع طريق الشيطان؟ لأنه طريق الفساد والخصام وهو يؤدي بناء إلى الخوف والقلق والعداوة بين أفراد المجتمع هندخل الآن إلى شرح الآية الثانية في الآية الثانية تحذير إذن فقلنا الآية الأولى فيها دعوة وفيها نهي وقلنا الدعوة إلى إيه والنهي عن إيه أما الآية الثانية ففيها تحذير من الانحراف عن الطريق المستقيم الانحراف عن الطريق المستقيم الآية الثانية تحذرنا وتحذر كل إنسان من الانحراف عن الطريق المستقيم لماذا؟ لأن الانحراف عن الطريق المستقيم يعرضنا إلى عقاب الله لأن الانحراف عن الطريق المستقيم يعرضنا إلى عقاب الله القوي القادر الذي يصرف شؤون قلقه بقوة وحكمة هنقولها مرة تانية الآية الثانية بها تحذير والتحذير هو تحذير من الانحراف عن الطريق المستقيم لماذا؟ لأن ذلك تعرضنا لعقاب الله القوي القادر الذي يصرف شؤون قلقه بقوة وحكمة بعد ذلك سوف نقوم بشرح التعبيرات الجميلة في الآيتين الكريمتين التعبير الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما الجمال في هذا القول؟ ما الجمال في هذه الآية؟ الجمال هذا نداء للمؤمنين يا أداة نداء إذن في هذا نداء لمن؟ من المنادى؟ المنادى هم المؤمنون وهذا فيه تعظيم وتكريم وتشريف للمؤمنين لأن الله يناديهم قوله تعالى ادخلوا في السلم كما نرى أن الفعل ادخلوا هو فعل أمر إذن فهذا أسلوب أمر وأسلوب الأمر هنا يحسنا على الدخول في السلم في السلام يحسنا على الدخول في السلم والاتعاد عن العدوان قوله تعالى ولا تتبع خطوات الشيطان كما نرى هنا لا الناهية لا الناهية ولا تتبع خطوات الشيطان إذن فهو أسلوب نهي وقد قلنا في الشرح أن في هذه الآية نهي فهذا أسلوب نهي يحذرنا من السير في طريق الشيطان لماذا؟ لأنه يؤدي إلى هلاك الإنسان قوله تعالى إنه لكم عدو مبين كما قلنا في مواطن الجمال سابقا إذا رأينا إنه فإن هذا الإسلوب يكون مؤكد بإنه فهذا بالفعل إسلوب مؤكد وأداة التوكيد هي إنه وهو تعبير جميل يؤكد عدوة الشيطان للإنسان بالفعل الشيطان عدو للإنسان ويكره الإنسان كرها شديدا قوله تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم اعلموا كما ترون أيضا هو فعل أمر فهو إسلوب أمر يحذرنا من الاستمرار في الانحراف إسلوب أمر يحذرنا من الاستمرار في الانحراف عن الطريق المستقيم يحذرنا من الاستمرار في الانحراف عن الطريق المستقيم هذا بالنسبة لمواطن الجمال بالنص الآن سوف نتناول أهم ما ترشدنا إليه الآيتان الكريمتان ما ترشد إليه الآيات أو ما يرشد إليه الآيات ما يرشد إليه الآيات ممكن نحن نجيبها من خلال فهمنا للآيات فأنا مش مضطر أن أحفظها لأنه ممكن أحفظها وأنساها لكن أنا من خلال فهم للآيات ممكن أطلع واحدة واثنين وتلاتة من الحاجات اللي الآيات بترشدنا لها فهنقول مثلا أن السلام لن يتحقق على الأرض إلا باتباع منهج الله وقلنا أن منهج الله هو دين الله ولن يتحقق إلا بالعمل بما جاء في كتاب الله الكريم هو القرآن الكريم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم اتنين على كل إنسان أن يدخل في طريق السلام لأنه يحقق الأمن والاستقرار ثلاثة البعد عن اتباع طريق الشيطان لأنه يؤدي إلى الخوف والعداء بين أفراد المجتمع أربعة البعد عن الانحراف عن طريق الاستقامة حتى لا نتعرض لعقاب الله خمسة أن الله تعالى قوي قادر يصرف شؤون خلقه بقوة وإحكام وفلك أن تأخذ سلاسة منها أو ممكن أن أنت زي ما قلنا كل طالب يجبها من خلال فهمه للآيات دلوقتي نتناول أسئلة مجاب عنها والأسئلة المجاب عنها التي تكون وراء كل درس بتكون مهمة جدا لأنها بتساعد في فهمنا للدرس في فهم تام السؤال الأول كما ترون يقول من المنادون في الآياتين الكريمتين؟ ولماذا خصهم الله بالنداء؟ من لربنا بيناديهم في الآيات؟ هم المؤمنون براف مصبوط المؤمنون ولماذا خصهم الله بالنداء؟ خصهم تعظيما وتكريما وتشريفا لهم السؤال الثاني بما أمر الله تعالى عباده المؤمنين في الآية الأولى ربنا أمرنا في الآية الأولى بإيه؟ ولماذا؟ إيه فعل الأمر في الآية الأولى؟ تمام برافو ادخلوا يبقى أمرنا الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى بالدخول في السلم والسلام الدخول في السلم والسلام كافة أي جميعا ولماذا؟ لأن طريق السلام هو الذي يحقق لنا الأمن والأمان والاستقرار السؤال الثالث عما نهى الله عباده المؤمنين في الآية الأولى قلنا الآية الأولى كم فيها دعوة وكم فيها نهي ربنا نهانا عن إيه في الآية الأولى؟ ولماذا؟ نهانا الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى عن اتباع طريق الشيطان أو السير في طريق الشيطان لماذا؟ لأن طريق الشيطان هو طريق الفساد والخصام ويؤدي بنا إلى الخوف والقلق والعداوة بين أفراد المجتمع السؤال الرابع كيف يتجنب الإنسان اتباع خطوات الشيطان؟ إزاي إن احنا نتجنب اتباع خطوات الشيطان؟ نبعد نفسنا إزاي عن اتباع خطوات الشيطان؟ يكون ذلك بأن نبتعد عن معصية الله لا نفعل كل شيء في معصية لله لا نفعله ولا نخالف أوامر الله ألا نخالف أوامر الله ألا نخالف أوامر الله وبذلك نكون غير متبعين لخطوات الشيطان لأن اتباخد واط الشيطان فيه انحراف عن الطريق المستقيم فهو يؤدي بنا إلى الانحراف خطوة بخطوة حتى نبتعد تماما عن طريق الله مما يحذرنا الله تعالى في الآية الكريمة الثانية احنا كده دخلنا في أسئلة الآية الثانية وإن الآية الثانية فيها تحذير فما هو ولماذا حذرنا الله منه التحذير في الآية الثانية هو الانحراف عن الطريق المستقيم التحذير هو التحذير من الانحراف عن الطريق المستقيم لماذا؟ لأن الانحراف عن الطريق المستقيم يعرضنا لعقاب الله القوي القادر يعرضنا لعقاب الله لو احنا انحرفنا عن الطريق المستقيم هيعقبنا الله سبحانه وتعالى السؤال السادس الشيطان عدو الإنسان هذا بالفعل وقررته الآيات إنه لكم عدو مبين من أين تفهم ذلك في الآياتين الكريمتين؟ نفهم ذلك من قول الله تعالى إنه لكم عدو مبين وقد أقضه الله بإنه من أين تفهم التحذير في الآية الكريمة الثانية؟ قلنا الآية الثانية فيها تحذير طب إيه الجزئية اللي في الآية اللي بتدل على إن الآية فيها تحذير؟ الجزئية اللي بتدل على إن الآية فيها تحذير هو قوله تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم لو أنتم حرفتوا خليكوا فاكرين إن ربنا عزيز حكيم وسوف يقوم بعقابكم ما اسم الصورة التي منها الآيتان الكريمتان هي صورة البقرة ماذا نتعلم من النص الكريم؟ هو نفس ما ترشدنا إليه الآيات وقلنا إن نحن نجيبه من خلال فهمنا أو إن نحن لو عايزين نحفظ واحدة أو اتنين أو تلاتة ما نقلش عن اتنين أو تلاتة يبقى نتعلم من النص السلم يحقق الأمن والاستقرار اتباه خطوات الشيطان يؤدي إلى الخوف والعداء بين أفراد المجتمع إحنا دلوقتي بعد ما شرحنا النص مواطن الجمال وتممنا على النص بأسئلة مجابة هنقوم بحل تدريبات الكتاب المدرسي تدريبات الكتاب المدرسي السؤال الأول استمع إلى الآية الكريمة ثم أجيب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين تدقى الله العظيم الأسئلة على الآية ألف أدخل مراضف مبين ومفرد خطوات ومضاد عدو في جمل من عندك إحنا هنجيب مراضف الأولى ومفرد الثانية ومضاد الثالثة وحندخلها في جمل من عندنا مراضف مبين كما قلنا ظاهر مراضف مبين ظاهر وواضح ولو دخلناها في جملة هنقول الحق ظاهر الحق ظاهر بعد كده عايز مفرد خطوات خطوة مفرد خطوات خطوة وحندخلها في جملة هنقول إيه لابد من السير في طريقة العلم خطوة بخطوة لابد من السير في طريقة العلم خطوة بخطوة بعد كده عايز مضاد عدو هنقول مضاد عدو صديق هدخلها هدخل كلمة صديق في جملة هقول أخي له صديق أمين أخي له صديق أمين أو لي صديق أمين تمام بعد كده السؤال التاني بيقول لي لماذا يحذرنا الله سبحانه وتعالى من اتباخ طواط الشيطان إحنا طبعا زي ما شرحناه قلناه أن الله سبحانه وتعالى بيحذرنا من اتباخ طواط الشيطان لأنه طريق الشر والفساد لأنه طريق الشر والفساد ولأنه يؤدي إلى الخصام والعداوة بين أفراد المجتمع السؤال الثالث أو جيم بيقول لي أكمل الشكل في الآية نداء ما هو يا أيها الذين آمنوا في الآية أمر فما هو قوله تعالى ادخلوا فهو فعل عمر ادخلوا في السلم كافة في الآية نهي وهو قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان كما نرى لا نهية بعد كده مديني للسؤال التاني اقرأ الآية الكريمة ثم أجب قال تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز الحكيم هات مراض في زللتم قلنا مراض في زللتم يعني ايه؟ ضللتم عن الحق تمام؟ مفرد البينات البينة وعايزنا ندخلها في جمل فإحنا لو قلنا مثلا زللتم بمعنى ضللتم لو إحنا قلنا مثلا يا كفار أنتم ضللتم عن الحق يا كفار أنتم ضللتم عن الحق ولو حبينا ندخل كلمة البينة في جملة هنقول البينة ظاهرة البينة ظاهرة أو البينة واضحة بعد كده في بيخ بيقول في الآية تحذير وضحه احنا قلنا في فين التحذير فين الجزئية اللي بتدلها التحذير تمام برافع لك وهو قولي تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم حيث يحذرنا الله سبحانه وتعالى من الانحراف عن الطريق المستقيم لأن هذا يعرضنا إلى عقاب الله جيم بيّن ما تراه من جمال في قولي تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم هو عايز هنا موطن الجمال احنا قلنا اعلموا ده أمر وأمر هنا لإيه؟ للتحذير برافع عليكم شاطرين سمع ناس بتقول طبعا ده اسلوب أمر للتحذير من الانحراف عن الطريق المستقيم اسلوب أمر غرضه التحذير من الانحراف عن الطريق المستقيم بعد كده بيقول لي لخص ما فهمته منها الآياتان في ثلاث جمل مفيدة عن لخص اللي احنا فهمناه في ثلاث جمل مفيدة هنقول هذه الآيات بتدعونا إلى الدخول في السلم كافة لأن السلام يحقق لنا الأمن والاستقرار وتنهان الآيات عن التباق خطوات الشيطان لعنى طريق الفساد كما أن الآيات بتدعونا أو بتحذرنا من الانحراف عن الطريق المستقيم لأن هذا يعرضنا لعقاب الله بعد كده السؤال الخامس أكمل خريطة الكلمة الآتية كلمة مبين نوعها إيه؟ نوعها إسم تمام برافا عليكم معنى مبين واضح وظاهر ومضادها خفي وندخلها في جملة قلنا الحق زي ما قلنا الحق واضح هنقول الحق مبين هنقول مثلا إيه؟ هنقول الحق مبين آآ تمام آآ هنجيب بعد كده كلمات على نفس الوزن في السؤال السادس هنقول ادخلوا اخرجوا اذهبوا إلعبوا آآ كلمة خطوات هنقول خطوات حصوات هفوات وكلمات كثيرة كلمة مبين على نفس الوزن هنقول مبين مهين مليم وغيرها من الكلمات آآ هنكمل مع بعض باقي تدريبات كتاب الكتاب المدرسي التدريبات المقررة بالكتاب المدرسي آآ السؤال السابع بيقول ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة اتباع خطوات الشيطان يؤدي إلى الهلاك صح طبعا المؤمنون يجاهدون بأرواحهم لإرضاء الآخرين غلط طبعا لإرضاء الله يمكن لنا أن نعمل ببعض أحكام الإسلام ونطرق بعضها خطأ غلط دي يرحم الله عباده المؤمنين صح أمام بعد كده آآ هندخل على آآ سؤال صل أو وصل آآ هو هنا بيقول لي صل من العمود ألف ما يناسبه من العمود آآ باء كن صادقا مع نفسك كن صادقا مع نفسك ده اسلوب إيه؟ كن اسلوب أمر برافو من الذي يكافئ المؤمن على عمله الصالح من؟ ده اسلوب استفهام لا تكسر في أداء عملك لا ده اسلوب نهي ما أروع الاتحاد بين الناس اسلوب تعجب السؤال 11 بيقول لي ده دائرة حول الكلمات التي بها حرف ينطق ولا يكتب وخطا تحت الكلمة التي بها حرف يكتب ولا ينطق تمام هنقول الكلمات التي بها حرف ينطق ولا يكتب هي هذا هؤلاء كتابا لأن التنويم بننطق نون بس ما بنكتبهاش هؤلاء المفروض احنا بنقول هؤلاء يعني المفروض ان فيه ألف فيه مد بالألف بعد الهاء احنا بننطقه بس ما بنكتبهوش اللي زيها بالضبط هذا المفروض ان فيه مد بالألف بننطقه بعد الهاء بس ما بنكتبهوش دول تلات كلمات بهم حروف تنطق ولا تكتب تنطق ولا تكتب أما قالوا فبقى حرف يكتب ولا ينطق بقى حرف يكتب ولا ينطق وهو ايه هو الألف التي بعد الواو قالوا زي ما انتم شايفين كلكم في النط احنا نطقنا احنا كتبناه لكن انا لم ننطق به تمام تعالوا آآ نشوف آآ باقي التدريبات اللي موجودة آآ معي عندي تدريبات وعن تدريبات سلاح التلميس تبقى لنشوف القصة الجميلة اللي معي دهيت يقرأ القصة ثم اجب كانت صفاء في منزلها في ليلة شاتية عندما شاهدت اعلانا عن حملة تبرعات بالمال او الملابس او الاغطية للفقراء وعندما اوت الى فراشها الدافئ تذكرت الاطفال الذين ينامون بدون غطاء واخذت تفكر فيهم وكيف تساعدهم وفي اليوم التالي نشرت فكرة التبرعات بين تلاميس المدرسة حيث قام كل منهم باحضار بعض من ملابسه واغطيته بعد غسلها وكيها ثم اتصلت صفاء بالمسؤولين فحضروا واخذوا التبرعات في سيارة كبيرة شاكرين لصفاء وزملائها صنيعهم اكمل عناصر القصة الاحداث الاحداث زي ما انتم شايفين هو حزن صفاء على الاطفال الفقراء الذين لا يجدون مأوى يأويهم في ليالي الشتاء وفكرتها بالتبرع لهؤلاء الاطفال الفقراء هي وزملائها الشخصيات في القصة كما نرى هي صفاء وزملائها بالمدرسة الحل هو جمع التبرعات لمساعدة هؤلاء الفقراء الزمان كان ذلك في ليلة شاتية المكان كان ذلك في منزلها في منزل صفاء المشكلة هي هؤلاء الفقراء الذين لا يجدون مأوى يأويهم في الشتاء او اغطية تقوم بتغطيتهم حدد الشخصية الرئاسية في القصة هي شخصية صفاء كما نرى هي الشخصية الرئاسية في القصة بين رأيك فيها هي شخصية جميلة جدا تحب الخيرة فهي تحب الخير للناس وتقبل على مساعدة الفقراء والمساكين تمام احنا دلوقتي خلصنا تدريبات الكتاب المكرر وانحل بعض التدريبات وانشطة سلاح التميس او الكتاب الخارجي ضع علامة صح او علامة خطأ على كل انسان ان يدخل في طريقة السلام صح الشيطان عدو صديق للناس خطأ اتباخت وضع الشيطان يؤدي الى النار صح الله تعالى قوي وقادر الله تعالى قوي وقادر يصرف شؤون خلقي بحكمة صح السلام لن يتحقق على الارض الا باتباع منها الجلاة صح بعد كده بيقول له صل من العمود الف ما ينسيبه من العمود با يا ايها الذين امنوا يا ايها ده اسلوب زي ما تشايفين قلنا اسلوب ايه؟ اسلوب نداء برافو عليكم يبقى هنوصلوا بالاخيرة نداء للمؤمنين في تعظيم وتكريم لهم قولي ادخلوا في السلم كما نرى هو ايه؟ فعل امر امر ده فعل امر يبقى ده اسلوب امر اسلوب امر للحس على الدخول في السلم والابتعاد عن العدوان العدوان قولي ولا تتبع خطوات الشيطان زي ما تشايفين لا الناهية يبقى ده اسلوب نهي على طول نهي للتحذير من السير في طريقة الشيطان الذي يؤدي لعلاك الانسان قولي انه لكم عدو مبين قولي اول ما شوف انه اعرف ان ده اسلوب مؤكد بانه يبقى ده تعبير جميل يؤكد عدوات الشيطان للانسان ووسيلة التوكيد هي انه قولي في علامه ان الله عزيز حكيم ده قلنا اعلمه وفعل امر لكنه للتحذير يبقى ده اسلوب امر للتحذير من الاستمرار في الانحراف عن الطريق المستقيم السؤال بعد كده بيقول لي هات ما يأتي معنى السلم قلنا السلم مقصود به طريق السلام مبين واضح وظاهر عزيز كلمة عزيز يعني قوي وغالب البينات معناها البينات وهي الادلة والمفردها البينات وهي الادلة والبراهين المفرد الذين مفردها الذي خطوات مفردها خطوة البينات مفردها البينات جمع الشيطان الشياطين جمع عدو اعداء جمع حكيم حكماء جمع عزيز اعزة واعزاء مضاد امن وكفر مضاد كافة منفردين مضاد كلمة تتبعوا مضاد كلمة تتبعوا قلنا مضاد كلمة تتبعوا واكتبنا على الكلمة ديه لان فيه ناس كتير بتخطأ بتخطأ فيها تتبعوا مضادها تخالفوا نركز او على كلمة دي تتبعوا مضادها تخالفوا تتبعوا تخالفوا وتميلوا تخالفوا وتميلوا عدو مضادها صديق مضاد عدو صديق تمام يبقى فيه كلمات لازم نأكد عليها زي كلمة ايه زي كلمة تتبعوا وزي كلمة البينات وزي كلمة السلم دي كلمات مهمة جدا لازم نأكد عليها واحنا بنحفظ معناها او مضادها بعد كده بيقول أجب عن الأسئلة الآتية قال تعالى يا أيها الذين أمانوا يدخلوا في السلم كافة ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين معنى السلم وأن طريق السلام مفرد خطوات خطوة الأخيرة جمع عدو أعداء الاختيار الأول مضاد مبين كلمة مبين معناها ظهر مضادها إيه كلمة مبين معناها ظهر مبين أي ظهر يبقى مضادها إيه جايب لي هنا الظاهر وجايب لي مختفن يبقى مختفن كلمة مختفن مضاد مبين مختفن اللي هو الاختيار اللي في النص بما أمرنا الله تعالى في الآية الكريمة السابقة أمرنا بالدخول في طريق السلم أمرنا بالدخول في طريق السلم لماذا؟ لأنه يحقق لنا الأمن والأمان والاستقرار عن أي شيء نهانا الله تعالى في الآية الكريمة نهانا عن اتباع خطوات أو طريق الشيطان عدم السير في طريق الشيطان لأنه طريق الخصام وطريق الفساد ويؤدي بنا إلى الخوف والقلق والعداوة بين أفراد المجتمع ما الجمال في قولي يا أيها الذين آمنوا أن ده اسلوب نداء في تعظيم وتكريم وتشريف للمؤمنين أكمل خريطة الكلمة كافة نوعها اسم معناها جميعا مضادا منفردين ولو دخلناها في جملة هنقول ادخله في السلم كافة بعد كده بيقول لي قال تعالى فإن زللتم بعد ما جاءتكم البيانات فعلاموا أن الله عزيز الحكيم أكمل ما يأتي معنا زللتم ضللتم عن الحق مفرد البينات 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 جمع حكيم حكماء مما حذرنا الله تعالى في الآية الكريمة السابقة ولماذا حذرنا من الانحراف عن الطريق المستقيم ولماذا لأن هذا يعرضنا إلى عقاب الله القوي العزيز ما صفات الله تعالى التي وردت في الآية الكريمة السابقة أن الله عزيز حكيم عزيز قوي وغالب وحكيم بمعنى أنه أتقن وأحكم كل شيء خلقهم ما الجمال في قوله تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم وأنه اعلموا اسلوب أمر أو فعل أمر غرضه التحذير من الانحراف عن الطريق المستقيم لأن هذا يعرضنا إلى عقاب الله حلل الكلمات الأتية لمقاطع صوتيا قوم بتقطيع الكلمات زي ما احنا شايفين البينات هناخد الألف واللام مع بعض والباء أنا عندي الياء حرف مشادة بيبا بحرفين واحد سكن واحد متحرك يبقى إحنا الباء هناخد واحدة منهم من الياءين المشددتين هناخد الساكينة يبقى بيه مع ياء ثم بعد ذلك النون والألف مع بعض ثم التاء كلمة عزيز هناخد العين لوحدها والزين مع الياء لأن الحرف المد ياخد اللي قبله والزين الأخيرة لوحدها كلمة حكيم الحال لوحدها وحكيمها تاخد والكافة تاخد الياء لأنه قلنا حرف المد ياخد اللي قبله والميم لوحدها بعد كده السؤال السادس بيقول لي استخرج من الاياتان الكريمتان اسلوب نداء وقوليه تعالى يا ايه لذين امنوا اسلوب امر قوليه ادخلوا في السلم كافة اسلوب نهي قوليه ولا تتبع خطوات الشيطان بكده نكون انتهينا من درسنا النهاردة اه اتمنى من الله ان انتوا تكونوا فهمتوا اه الدرس ويا ريت لو في حاجة منتوش فهمينها تبعتوها لفي التعلاقات تعلاقاتكم بتسعيدني جدا واسئلتكم اه بتسعيدني ويا ريت لو عجبنا شرح الدرس ما ننساش اه اه نشارك في القناة وانفعل الجرس علشان اه توصلنا باقي الشروحات واتمنى لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته